ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار أوكي في سريلانكا والهند لستة وعشرين قتيلاً وأحد عشر مفقوداً معارض ملونة تشهدها مدينة مصرات الليبية وفي أمريكا ولادة أول طفل من رحم مزروع أهلاً بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار أوكي الذي ضرب سريلانكا وجنوب الهند إلى ستة وعشرين ثلاثة عشر شخصاً منهم في سريلانكا وثلاثة عشر آخرين في ولايتي كرالا وتامل نادو جنوب الهند في حين أجلت السلطات ألاف الأشخاص ونقل حوالي تسعة ألاف شخصاً إلى مراكز وعن أقيمت على عجل عرباً من الرياح العاتية وارتفاع مستوى المياه فيما لا يزال أحد عشر شخصاً معظمهم من صيدي السمك مفقودين دارت اشتباكات عنيفة بين قوات المؤتمر الشعبي العام وميليشيات الحوث الإيرانية شرق العاصمة صنعاء بعد يوم معارك عنيفة سيطرت خلاله قوات حزب المؤتمر الشعبي على مدينة البيضاء عاصمة محافظة البيضاء وسط اليمن وسيطرت قوات المؤتمر الشعبي السبت على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وسط دعوات إلى انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوث الإيرانية قالت القوات العراقية إنها عثرت على رفات نحو 140 مدنياً في مقبرتين جماعيتين قرب قضاء سنجار ذي الغالبية الأيزيدية في شمل البلاد بينهم نساء وأطفال قتلوا على يد تنظيم داعش وأضفت القوات العراقية أنه تم إرسال فرق متخصصة إلى المنطقة للتعرف على رفات الضحايا وإجراء تحليل الحمض النووي أصدر القضاء المصري حكماً غيابياً بالسجن ثلاثة سنوات على المحام المصري نبيه الوحش لإذانته بالتحريض على التحرش خلال برنامج تلفزيوني ويأتي هذا الحكم بعد أن أثار تصريحات الوحش المعروف بآرائه المثيرة للجدل استياء واسعاً في مصر تزداد التصدعات الحاصلة بين تنظيم القاعدة وفرعه في سوريا اتساعاً يوماً بعد يوم فبعد رد كبير أو كبير شرعي هيئة تحرير الشام أو النصر سابقاً عبد الرحيم عطون على كلمة الظواهر وفتحه خفايا ما كان يدور في أروقة التنظيم عاد عطون يوم أمس لاستكمال ردوده على زعيم التنظيم وتفنيد ما تبقى من الكلمة التي اتهم فيها الظواهر جبهة النصر والجولاني بنكث العهد الزميل زكريا نعساني يسرد لنا أبرز ما جاء في ردود عطون الأخيرة لا تزال الكلمة الأخيرة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري تزيد من حجم التصدع الذي يشهده التنظيم وخاصة بين القيادة وفرعها في سوريا فكلمة الظواهر التي اتهمت هيئة تحرير الشام بنكث العهود كان لها أثراً كبيراً استدعى من قادة الهيئة ردوداً عنيفة فضحوا فيها ما كان يجري خلال السنوات الثلاث الماضية عبد الرحيم عطون هو أحد أبرز شرعي هيئة تحرير الشام عاد إلى تيليجرام ليكمل ما بدأ به في فتح الصدع الحاصل مؤخراً والتخبط الكبير بين صفوف التنظيم العطون فضح أساس العلاقة بين التنظيمين قائلاً إن جبهة النصرة لم تعقد بيع للقاعدة بل جددتها بناء على تبعيتها السابقة لتنظيم داعش واعتبر عطون أن من يسعى لهدم الهيئة باسم الوفاء للقاعدة يفعل ذلك تنفيساً لأزماته النفسية وهو ما دفع النصرة لاعتقال بعض القادة الرافضين لفك الارتباط على اعتبار أن هؤلاء يسعون جاهدين لشق الصف باسم القاعدة على حد قوله كما نوه عطون الملقب بأبي عبد الله الشامي إلى أن تلك الفترة شهدت غياباً تاماً للتواصل من قبل الظواهري استمرت لأكثر من عام موضحاً في الوقت ذاته أن رسائل الظواهري التي أرسلها للنصرة لا تواكب الأحداث ضارباً مثلاً على ذلك أنه لم يصل التفصيل عن خطوة تبديل اسم النصرة إلى فتح الشام إلا بعد المشروع بشهور وليس هذا فحسب بل قال العطون إن آلية التواصل مع الظواهري سببت مشكلات لدى قادة النصرة فإنه بإحدى الرسائل من الظواهري للجولاني اطلع عليها أبو جليبيب قبل الجولاني نفسه عطون أيضاً فجر فضيحة جديدة حين قال إن قيادياً بارزاً بالقاعدة في إيران كان ينقل فكرة خاطئة للظواهري عن فك ارتباط جبهة النصرة بتنظيمه وذلك بناء على معلومات استقاه القيادي من التيار الرافض لفك الارتباط وبشأن الاقتتال مع داعش فقد هاجم العطون الظواهري قائلاً إنه في الوقت الذي تقاتل به النصرة داعش في سوريا كان الظواهري يأمر أتباع القاعدة بعدم الانصياع لأوامر الجولاني إذا طلب منهم الاقتتال مع داعش بل زاد العطون على ذلك بالقول إن بعض فروع القاعدة كانت تراهم أخوة إلا أنه وحين وصل ما وصفه بسرطان الخوارج إلى مناطق بعض أفرع القاعدة وإلى أفغانستان بدأ الظواهري وأتباعه بفتحهم إعلامياً انتقد العطون حديث الظواهري الذي تحدث عن ارتباط القاعدة بطالبان حين أوجب الأخير على كل الفروع بتبعيتها فقال عطون إن التنظيم في سوريا لا يلزمه من الناحية الشرعية بيعتها وهي في أفغانستان ولها مشروعها الخاص تدعيات رسالة الظواهر الأخيرة لن تتوقف عند هذا الحد بحسب خبراء الجماعات المتشددة فما تقوم به هيئة تحرير الشام من اعتقال وقتل للقيادات الرافضة لفك الارتباط سيأخذ منحاً أكثر حدة وقد يتطور إلى صراع دام تماماً كما حصل حين انشق داعش عن القاعدة وأعلن دولته التي انهارت بعد ثلاث سنوات من تأسيسها لا تنقطع رحلات الهجرة غير الشرعية من سواحل ليبيا ولا تنقطع معها مساعدات خفر السواحل للمغامرين في قوارب الموت للعبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط ولا تقف المساعدات هنا فقط فمراكز الإيواء التي يقومون عليها هي أيضاً تحارب التجارة الرقيق في ليبيا التفاصيل في سياق التقرير التالي تبدد حلم الهجرة إلى الشمال حلم أكتافيو الشاب من أثيوبيا والذي كان يحلم بإكمال دراسته في أوروبا عبر قارب لم يصل به ورفاقه إلى الضفة الأخرى فصارت الرياح بما لا يشتهي حلم هذا الشاب وأحلام كثيرة أخرى ممن كانوا على متن قارب للموت قبل أن ينقذهم قطاع خفر السواحل الليبي الأوسط ويأتون في هذه اللحظات عبر قارب للنجاة يصلون به من حيث انطلقوا قطعنا الطريقة من أثيوبيا إلى السودان عبر الصحراء كان تحدي صعب وكذلك الحال كان بالنسبة لوصولنا إلى ليبيا وعند محاولتنا قطع الطريق من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر أوقفنا حراس السواحل وجاءوا بنا إلى هنا ليس لدينا خيار آخر هذه العملية لإنقاذ أكثر من مئة مهاجر غير شرعي باتت جزءا أساسيا من عمل إنساني وجد جهاز خفر السواحل الليبي أنفسهم أمامه حيث تزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات العبور من السواحل الليبية إلى أوروبا بمعدد ثلاث عمليات أسبوعيا بالنسبة لهذا الساحل من مدينة مصرة قارب مضاطي يحمل عدد من المهاجرين الأفارعين عند الوصول إليهم عند حوالي الساعة التاسعة صباها تم إنقاذهم حيث كان القارب في حالة سيئة جدا وبه تسرب من المياه البحر والمحرك الذي كان به كان عاطل عن العمل وكان مكتظا بالمهاجرين حيث كان به عدد أكثر من مئة مهاجر يؤكد لنا أيضا مسؤول القطاع الأوسط لخفر السواحل الليبي بأن هدفهم من عمليات الإنقاذ حماية المهاجرين من الاستغلال ووقوعهم كضحايا يباعون كسلع رخيصة بين أيدي التجار طبعا نحن أول حاجة العمل اللي نقوم به دعم الإنساني نحاول أن نقاذ أرواح الناس في عرض البحر بالمجهودات اللي عنا وبالإمكانيات الموجودة المتوفرة عنا أول حاجة لأن حمايتهم من أمور الغرق وتانية حاجة حمايتهم من التجار البشر دوما اللي يستغلوا في الناس بمقابل مادي وهدف شخصية واستغلال هؤلاء الناس فبالحاوله طبعا عملية قادمة بيش نحمهم الحاجة دي يعني أكتافيو وأمثاله كثيرون يركبون يوميا قوارب الموت منهم من يصل وهم قليلون والباقي ضائعون بين الغرق والبيع في أسواق الرقيقة يعيش المهاجرون الأفارقة في ليبيا بين مطرقة الغرق في قوارب الموت وبين سندان استغلالهم في سوق النخاسة في ليبيا وبين هذا وذاك جهود حديثة من قبل الأطراف المحلية الرسمية هنا لإنقاذهم من مأساة العصر المستمرة محمد عقوب لأخبار الآن من ميناء مدينة مصراتة لنشرتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد حضية شباب مدينة مصراتة بأول ملعب لكورات الطلاء وهو الملعب الثاني في ليبيا بعد الملعب الذي افتتح العام الماضي في العاصمة طرابلس ويعتقد خبراء أن مثل هذه المبادرات مهمة جدا ومن شأنها إخراج الشباب من التوترات خاصة أن الأنشطة الترفيهية محدودة جدا بعد أن عانت كثيرا من جرائم التنظيم داعش الإرهابي وزلزل جدرانها صدى طلقات الرصاص والمدافع مدينة مصراتة ليبيا اليوم يطلق شبابها عيرة من نوع جديد وبسلاح ليس ناري يقتلون ما خلفه الإرهاب من ذكرى مؤلمة سكنت ربوع قلوبهم من هنا يطلق مسلحون نيرانهم على خصومهم وهم يتحصنون في خنادق أو وراء جدران تحت سمع وبصر عشرات الأشخاص في مدينة مصراتة ليبيا لكنها ليست معركة حقيقية أو صد هجوم إرهابي بل هي لعبة كورات الطلاء حيث احتشد عشرات الشبان في ملعب جديد للعبة بمدينة مصراتة لاختنام فرصة نادرة للترفيه عن أنفسهم وتنافست فرق تتألف كل منها من أربعة لاعبين في لعبة الاستيلاء على العالم في ملعب مساحته نصف ملعب كرة القدم تتناثر فيه عقبات يأوي إليها اللاعبون ويطلق اللاعبون المتنافسون الكورات على بعضهم تحت مراقبة حكم يأمر بإخراج من تصيبه إحدى الكورات ومصراتة مدينة ساحلية تجارية تقع على بعد نحو 190 كم شرقي طرابلس وهي واحدة من أكبر قواعد القوى العسكرية نادرا ما يجد الشبان في المدينة فرصة للترفيه وهذا ما جعلهم يندفعون الحجز في ملعب كورات الطلاء وهذا أول ملعب للكورات الطلاء في مصراتة والثاني في ليبيا بعد الملعب الذي افتتح العام الماضي في العاصمة طرابلس قد لا يعرف مستخدمي العمل النقدية من أين تأتي هذه العملة المتقنة والتي تدل على خبرة وحرفية المصنع التي صنعها ومن خلال مصنع واحد يصنع أغلبية العملات النقدية في العالم يفتخر مصنع موناي دو باريس بصنع هذه العملات المزيد في سياق التقريب قد لا يعرف أغلبية الأشخاص أن أكثرية العملات في جيوبهم تأتي من على بعد ستة آلاف ميل وتحديدا من الزاوية الجنوبية الغربية في فرنسا وتايلاند التي تعد واحدة من عشرات البلدان التي تستعين بإنتاج بعض أو كل قطعها النقدية بمصانع أجنبية لسق العملة إذ يعود الأمر لافتقار هذه الدول للتسهيلات والقدرات والدراية الكافية لصنع عملاتها بنفسها في مصنع موناي دو باريس بإحدى ضواحي مدينة بوردو تستعد خمسة وعشرين قطعة من عملة ساتانغ التايلندية المعدنية ليتم إرسالها إلى الجانب الآخر من العالم بعد الانتهاء من تغليفها حديثا وتقوم الدول بإرسال نماذج منقوشة لعملاتها ليتم بعد ذلك عملية الفحص والتطقيق من ثم ينتقل النموذج لعملية الإنتاج وثمت أربعين إلى خمسين دولة تستعين بمصادر خارجية لإنتاج عملاتها الأمر الذي يعطي موناي دو باريس ألف سنة من الخبرة والأفضلية أمام المنافسين لا سيما مصانع السقوك الملكية التابعة لبريطانيا وكندا في حين تسعى الشركات الخاصة للحصول على عقود لتباعة الأوراق النقدية يقول مدير العملات الأجنبية في موناي دو باريس أن السوق القطع النقدية لا يزال إلى حد كبير حكرا على الدولة وثقت الأمم المتحدة تضاعف أعداد الأطفال في تنظيم داعش بعد عام 2014 بنحو ثلاث مرات ويرى مراقبون أن تنظيم داعش لجأ إلى تجنيد الأطفال لتعويض نقص المقاتلين في ظل امتداد خطوط المواجهة بين التنظيم وبين مناوئيه مزيد من التفاصيل حول الحقائق والأرقام في تقرير الزميلة حنان ظاهر بدل أن تحمل أيديهم الصغيرة الكتب والقصة المصورة يضع تنظيم داعش في أيديهم أدوات القتل ويزج بهم في معركة الموت لا معنى للطفولة هنا فهنا تذبح البراءة الأطفال في تنظيم داعش واقعا وليس خيال ليست مجرد صور مفبركة أو أفلام خيالية فهم حقيقة توثقها أرقام المنظمات الحقوقية والإنسانية فقد وثق مركز توثيق الانتهاكات السوري 194 حالة وفاة لأطفال ذكور بين سبتمبر عام 2011 ويونيو عام 2014 وبحسب بيانات الأمم المتحدة فقد تم تجنيد حوالي 271 صبيا وفتاة من قبل التنظيمات الإرهابية حوالي 77% منهم تم تجنيده بواسطة تنظيم داعش لاستخدامهم في القتال وتضاعفت أعداد هؤلاء الأطفال بعد عام 2014 بنحو ثلاث مرات الأرقام نفسها تشير إلى أن حوالي 18% من الصبية الذين جندهم داعش لقوا حتفهم في هجمات حيث يطلق على الطفل مصطلح انغماسي ويتم دفعه نحو العدو ليلقي عليه النار ما قد يسفر في غالب الأحيان عن مقتل الصبي المقاتل وذاكرت بعض الإحصائيات أنه من يناير عام 2015 وحتى يناير عام 2016 لقي 39% من الصبية حتفهم في تفجيرات سيارات ملغومة و33% في المعارك ويتاجر تنظيم داعش بالأطفال كما يتاجر بالسبايا فبعض الأطفال يتم خطفهم وبيعهم للتنظيم حيث يتم بيع أطفال بلوشستان على سبيل المثال مقابل 500 و600 ألف ربية حمد الغرغير معلمة في المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن تعاني من ضعف في البصر إلى أنها تمكنت ببصيرتها من تسلق سلم النجاح وباتت تشرف على الطالبات الكفيفات في قسم النول في المركز التفاصيل مع مراسلتنا لانا رياض إلى المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن اعتادت حمد المجيء وما أن بدأت رحلتها في المركز حتى أخذت بتعلم أربع مهارات رئيسية هي القراءة والكتابة بطريقة بريل وفن الحركة والتنقل داخل وخارج المبنى وانبادئ الحساب البسيطة والتدبير المنزلي وفي مختبر الحاسوب مثلا تتعلم الطالبات برامج مثل دورة ACDL كاملة ويحصلنا على شهادات معترف بها إحنا مركزنا من المراكز المعتمدة للتدريب على دورة ACDL ويعطاء شهادات ACDL إحنا الصبايا اللي بيجوا عنا هون على المركز بيكونوا إما totally blind أو low vision يعني يا ضعيفة بصر كلي أو كفيفة كلي أو ضعيفة بصر بالبداية الصبايا عنا بتكون بالغرفة اللي بجنبي بتاخد دورة أساسيات الكمبيوتر دورة أساسيات الكمبيوتر إنها هي بتحفظ الأحرف بالعربة والإنجليزية والاختصارات تحت الكيبورد بتعتمد على السطر الإلكتروني بينها تحفظهم بعدين بتيجي عنا هون على القسم هذا تاخد دورة ACDL ACDL هي International Computer Drive License رخصة دولية القادرة الحاسوب هي 7 وحد ويندوز وورد وإكسل وآكسز وبوربونت وإنترنت وآي تيم ومن ممارسة بسيطة لفن النول إلى مديرة قسم تدرجت حمدة في تعليمها حتى أصبحت اليوم تشرف على مجموعة من الكفيفات تشبه منتجاتهن إلى حد كبير منتجات العمال التقليديين في الأسواق أنا بدأت طالبة بـ 92 أخذ دورات بالمركز دورة التريكو اللي هي النسيج دورة الأشغال اليدوية دورة المقسم الآلي دورة الـ ACDL أخذ بالإضافة إلى الدورات الأخرى أنا أخذ دورة بالـ 98 وكنت الأولى على الدورة وكانوا هم بدهم معلمة كفيفة عشان توصل المعلومة للطالبات بكل سهولة فاختروني أنا وتعينت 1999 المركز يقدم مشروع متكاملا لتعليم الكفيفات المهارات الحياتية الأساسية لجعلهن يعتدن على العيش في بيئة المبصر بدأنا في دورات تقليدية نسيج، نول، مآمر، مقاسم تدرجنا إلى حواسيب والآن معتمدين من 2006 كأول مركز خاص لمرح شهدات الـ ACDL للكفيفات بالإضافة لدورات التدليك العلاجي، دورات التجميل، مساعد حلاق بالتعاون، مؤسسة التدريب المهني، دورات التغذية والتصنيع الغذائي والتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية مساهمة المركز كانت في نقلات نوعية تماما في حياة العديد من الفتيات من دوات الإعاقة البصرية من داخل وخارج الأردن أولا ساعدهم على تقبل إعاقتهم وساعدهم على الاستقلال والاعتماد على النفس وقدرتهم على أن يكونوا عضوات فاعلات في مجتمعاتهم حمدا هي واحدة فقط من الكفيفات اللواتي سجلنا قصص نجاح جديرة بالاهتمام في المركز الذي يؤكد القائمون عليه أنه مقدمة لتستقبل الكفيفات حياتهن العملية على نحو أفضل لأخبار الآن لانا رياض عمان فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل الفيفا يعلن موعد المرحلة الثانية لبيع تذاكر المونديال أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت القراءة بصوت عالي تؤثر بشدة على الذاكرة قالت دراسة حديثة إن القراءة بصوت مرتفع لها أثار إيجابية على ذاكرة الإنسان وأوضح العلماء أن قراءة النصوص بصوت مرتفع تساعد الإنسان على حفظ محتوياتها بشكل أفضل وتساعده أيضا على تذكر فحو هذه النصوص بسرعة بعد عدة أيام أو أسابيع صحيفة اليوم السابع المصري عنوانت روبوت ينجح في إنشاء ألبوم أغاني متل أصدر برنامج ذكاء الصناعي مؤخرا ألبوم متل تم إنشاؤه بالكامل من قبل الخوارزميات وتم إنشاء هذا الألبوم الذي أطلق عليه اسم دادا بوت من خلال شبكة عصبية قامت بدراسة أعمال فرقة موسيقية إذ استمع نظام الدكاء الصناعي إلى جميع الأصوات إلى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت اعتدار رسمي من مكدونالدز لفتاة محجبة في لندن أصدر مطعم مكدونالدز الأمريكي للوجبات الثريعة اعتدارا رسميا بعد أن تم الإبلاغ عن قيام أحد حراس الأمن العاملين في أحد فروعه في العاصمة البريطانية لندن بإخبار فتاة بضرورة إزالة حجابها أو أنها ستغادر المكان وأضف مكدونالدز في بيانه أنه يرحب بالعملاء من جميع الأديان ويعتدر بصدق عن هذا الوضع إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت اسفنجة البحر أقدم حيوانات الأرض كشفت دراسة حديثة أن اسفنجة البحر هي السلف الأقدم لكل الحيوانات الحية على الأرض وحسمت نتائج الدراسة الحديثة أحد الجدالات العلمية الكبرى التي تركت العلماء في حيرة من أمرهم حيث احترى العلماء ما بين تصنيف اسفنجة البحر على أنها أقدم أثلاف الحيوانات أو أنها مجرد أجسام بحرية شفافة أكثر تعقيدا في تركيبها قال مسؤولون في مستشفى دالس بولاية تكسس الأمريكية إن امرأة وضعت مولودا بعد أن خضعت لعملية زرع رحم وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة وأكد متحدث باسم المركز الطبي لجامعة بيلور ولادة الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة ولم يكشف عن تاريخ ميلاده أو جنسه أو وزنه شارك المئات في التشيك بإعادة تمثيل لمعركة أوسترليدز التي حقق فيها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابيرت أشهر انتصاراته وارتدى المشاركون في هذا الحدث الذي تقيمه للتشيك سنويا أزياء عسكرية تاريخية ولوحوا ببنادق ومسدسات وسيوف وشهدت هذه المعركة المعروفة باسم معركة الأباطر الثلاثة التي وقعت في عام 1805 انتصار نابليون على قوة روسية نمساوية أكبر من خلال أسلوب عقري في التكتيك العسكري وفقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكي على ما يسمى بكارديا باند وهو أول جهاز طبي لقراءة تخطيطات القلب مخصص لساعة أبل الذكية ويعمل قارئ تخطيط القلب على تسجيل النشاط الكهربائي للقلب على مدى فترة من الزمن مما يعني حصول الساعة الدكية على ميزة جديدة تضاف إلى ميزتها السابقة والآن جولة مع الأخبار الرياضية كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة عن موعد طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم التي تصطدفها بروسيا من الرابع عشر يونيو إلى الخامس عشر من يوليو الفين وثمانية عشر وقال الفيفا على موقعه الإلكتروني أن يوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر سيشهد انطلاق مرحلة بيع جديدة لتذاكر مونديال روسيا تستمر حتى الحد وثلاثين من يناير الفين وثمانية عشر طلق باريسان جيرمان أول هزيمة في الدور الفرنسي هذا الموسم على يد ستراتسبرغ بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعت بينهما سبت على ملعب المينو في إطار منافسات الجولة السادسة عشر سقط نادي برشلونة في فخ التعادل أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما السبت ضمن منافسات الجولة الرابع عشر من الدور الإسباني لكرة القدم ليفشل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي تغلب مانشستر يونيتد بعشرة لاعبين على غريمه أرسنال في الساد الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة مباراة الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ولعب الشياطين الحمر بعشرة لاعبين بعد طرد بول بوكبا قرب النهاية ليقلص اليونيتد صاحب المركز الثاني الفريق مؤقتا مع من سيتي إلى خمس نقاط قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار أوكي في سريلانكا والهند لستة وعشرين قتلا وأحد عشر مفقودا معارك ملونة تشهدها مدينة مصراط الليبية وفي أمريكا ولادة أول طفلا من رحم المزروع وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتون على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع داته نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة